طبعاً الأهلي والتراجي كلاسيكو إفريقي يعني تاريخ حافل من المواجهات الحقيقة ديربي مش بس شمال القارة ديربي قارة إفريقيا كلها وزي ما قلت لكم تاريخ طويل جداً من البطولات هكلم حضراتكم الأول فيما يتعلق بالنحية التحكمية طبعاً الحكم الكاميروني نيانت هو حكم المباراة النهاردة والأهم في الموضوع بما أنه إحنا في أوقات كتير جداً للأسف شديد يعني خسرنا بطولات أو خرجنا بطولات إفريقيا بسبب التحكم أطمن حضراتكم أنه تم الاستقرار على استخدام تقنية الفار في مباراة النهاردة كان فيه شكوك يعني لغاية ساعات يمكن كان فيه شكوك أنه هتم تطبيق تقنية الفار لأنه أجهزة الفار الخاصة بالتحاد الأفريقيا ما كانتش وصلت لكن تم الاستقرار في النهاية على استخدام أجهزة تقنية الفار اللي بتستخدم في الدور المصري حيتم استخدامها في المباراة وبالفعل اتحاد الافريقي يبعت موافقة الاتحاد الكرة المصري والحمد لله طبعا الفار يفرق معنا كتير يعني يطمنا ويريحنا على الرغم طبعا من انه يعني مش عارف ليه لكن يعني اختيار حكم الفار حكم المغربي وحكم محترم الحقيقة وصمعينت كويسة جدا الحكم المغربي ردوان جيد لكن اعتقد بما انه المغرب ليها فريق فيه طرف فيه مواجهة قبل النهائي كلم المفترض انه يتم مراعاة النقطة دي لكن في جميع الاحوال وجود التقنية في حد ذاتها شيء في منتهى الاهم يعني نروح لازمنا فاروق صلاح مش عارف وصل الملعب ولا لسه في مقر اقامة فريق النادي الاهلي فاروق مساء الخير واهلا بك معنا في هذا اليوم الهام والحافل كل التحية لك زبيل العزيز احمد زمير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان طبعا يوم حاسم ويوم مهم جدا للجماهير للنادي الاهلي وكل مسؤولي للنادي الاهلي وكل من ينتمر للنادي الاهلي يوم مهم جدا ان شاء الله يكلل بالانتصار يكلل بالفوز ان شاء الله والصعود للمباراة النهية مواجهة كايزر تشيفز مواجهة الوداد ايا كان كلها خطوات النادي الاهلي بياخدها خطوة خطوة زميل العزيز احمد زمير طبعا فاروق يمكن كلاكيت تاني مرة الاهلي في قبل نهائي دور الابطال افتكرت الحقيقة يمكن في مطش رادس مواجهة قبل النهائي السنة اللي فاتت مع الوداد وبردو كان من حسن حظنا ان احنا كسبنا بره ارضنا في مباراة الزهاب ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكرر اللي عملناه بردو السنة اللي فاتت بس السنة دي بقى مع الترجي قبل ما ادخل في التفاصيل عايزك تقول لي بس تفاصيل اليوم او عنوين اليوم النهاردة في محل اقامة الفريق وبعد كده ندخل بقى في التفاصيل فيما يتعلق بالمحاضرة والاستعدادات طبعا هتكلم على التفاصيل مهمة جدا لو هنقول عن تفاصيل اليوم او اعداد النادي الاهلي لذين المباراة اعداد الاهلي لذين المباراة انطلق مع نهاية صافرة احداث مباراة الذهاب اللي جمعت ما بين الاهلي والترجي وانتهت بأدف مقابل لشيء سريعا اللاعبين الجاز الفني طوى صفحة مباراة الذهاب بدأ التركيز بدأ الاعداد للمباراة الاياب اللي هي اليوم امام فريق الترجي التونسي طبعا الفريق النهاردة هتناول اللاعبون وجبة الافطار في تمام الساعة 11 صباحا وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة عصرا ثم المحاضرة فنية لمستر بيتسو موسيماني اللي انتهت منذ دقائق قليلة مستر بيتسو موسيماني عقد محاضرة فنية مع اللاعبين طبعا من خلالها طبعا بيركز على تعليمات لكل اللاعبين كل اللاعب في مركزه كان اللاعبين خلال الفترة الماضية كل اللاعب كان يتفرج على مباراة الذهاب مباراة الاهلي والترجي كل اللاعب عارف اخطاء وعارف سلبيات الايجابيات طبعا الظهور والاجتماعات اللي كانت مبين مستر بيتسو موسيماني وموسي محل الأداء وايضا يوشا اجتماعات كانت مستمرة طوال الفترة الماضية مستر بيتسو موسيماني ما بيسبش فرصة لحاجة او للزور في الراجل بيركز على كل كبيرة وصغيرة النهاردة اللاعبين خلاص نسيوا مباراة الذهاب اللاعبها مركزة ان شاء الله النهاردة ان دي مباراة تانية دي جولة تانية مهمة جدا في جلسات ثنائية بتجمع ما بين اللاعبين شوفنا محمد مجد أفشا وعلي معلول وعمل السلاية وحمد فتحي جلساتك جامعة ما بين اللاربعة يتكلموا مع بعض دور الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سيد ممصن مع اللاعبين في ضرورة الاعداد النفسي كابتن سيد عبد الحفيز قال ليه يعني دقائق معه سريعة قدر يتكلم قال لي وهي مباراة بتحسم على تفاصيل بسيطة جدا مواجهة صعبة جدا احنا خلاص نسينا المباراة الاولى مركزين نقول اللاعبين ان المباراة دي صعبة جدا واللعبين مستجبين لهذا الأمر يعني لابتن هذا الليل على قدر عالي جدا من الشخصية على قدر عالي جدا من أهمية من معرفة قيمة وأهمية المباراة من الأمور المهمة أيضا اللي كان حريص عليها واحد من كباتن الفريق وده دور يا زميل العزيز أحمد اللي بنقوله دايما دور قط اللبس سعد سمير اللي هو يعني موجود النهاردة خارج قائمة الفريق النهاردة كان حريص أن يكون موجود مع اللاعبين داخل غرفة أو داخل فندق الإقامة يدي دوره كواحد من كباتن الفريق والدفع المعنوية اللي بيديها للعابين لقت استحسان الجميع حالة من التركيز حالة من الجدية عند اللاعبين اللعيبة مركزة إن شاء الله النهاردة إن احنا نحقق الانتصار يعني مستر بيتسو مسماني لما تسأل قال له أنت عندك فرصتين بتلعب للتعادل وبتلعب للفوز قال أنا عندي الفوز وهدف الفوز ومش هركز غير في الفوز ومش هتكلم على المباراة صحيح ودي طريقة التفكير الأكثر واقعية إنك أنت تلعب وهدفك الفوز تنسى تماماً نتيجة مباراة الزهاب ومتحطش في بالك فكرة أنك تعتمد على هدف سجلته على أرض الخصم زي ما بكلمك عن الأهلي وأنا يمكن مش عايز أدخل في تفاصيل الاستعادات والجاهزة قوي في الوقت ده عايز أكلمك كمان يا فاروق على الترجي والأخبار يمكن اللي إحنا سمعناها أو تم تدولها كلام إنه يعني في أغلب الظن إنه معين الشعباني هتكون دي آخر مباراة مباراة لي مع الفريق في برضو الغيابات اللي ممكن تكون مؤثرة على مستوى أو على أداء الترجي النهاردة إيه اللي عندك عن الترجي التونسي يعني خلينا أقول لك برضو أقرب كل جمهير النادي الآلي من معسكر نادي الترجي التونسي هو ما قدش إلى مران واحد بالأمس على ملعب الآليوي السلام كان المران الأول لفريق الترجي التونسي هنا بالقاهرة لكن قبل يعني وصول الفريق للقاهرة كان فيه معسكر أو مستوى المعين الشعباني دخل فيه معسكر مغلق مع اللعبيين فرض عليهم حظر إعلامي بدأ إنه هو يركز بدأ يعني طبع يدي فرصة أكتر لأنيس البدري اللي كان يعني الفترة المباراة الماضية المباراة الأولى كان شارك في بعض الدقائق نظرة لإصابته قدر برضو أنه يعني حاول أنه يتجنب من حصول محمد علي بن رمضان على انظار ثالث يعني قبل مباراة الزب كان عنده انظارين وإدر إنه تلاش حصوله على انظار ثالث عشان ما يغيبش على مباراة اليوم معين الشعباني الأنباء اللي بتتردده دي أنباء مؤكدة طبعا فيه خلافات وفيه أمور بعض الأمور مخاصة هناك فيه نادي الترجي التونسي معين الشعباني يعني في حالة الهزيمة وده الشئ اللي بتمنى إن شاء الله إنه هتكون يعني آخر مباراة المعين الشعباني مع فريق الترجي التونسي واقتراب نبيل معلول من قيادة فريق الترجي التونسي اجتماعات تمت نبيل معلول بعد ما فسخ عقده مع المنتخب السوري بدأت الأنباء تتردد من عودته مرة تانية للترجي التونسي النقطة دي عاملة سلاح زوحدين إما عامل ضغط على فريق الترجي التونسي وعلى اللعبين أيضا وعملة دفعة معنوية شوية لمعين الشعباني اللي عايز يزبط نفسه عندهار ده وده نقطة لازم يعيها لكل لعب النادرالي والأمور كلها أعتقد وصلانهم أن الأمر قد تكون نقطة إيجابية لمعين الشعباني اللي حاول يستغل هذا الأمر ودفعة معنوية للعبين أنه يلعب على هذا الأمر ويستغل الدفعة المعنوية ويثبت لجماهير الترجي أنه مدرب كويس لكن في كافة الأمور وكافة الأحوال نتمنى التوفير للنادرالي خليني برضا أقولك زميل أحمد فريق الترجي التونسي أو التشكيل المتوقع الفريق الترجي في هذا اللقاء طبعا هيبقى في حراسة المرمى معز بن شريفية قدامه اتنين مساكين إلياس شتي وعبد القادر بدران في اليمين حمد النجاز في الشمال محمد علي العقوبي في نص ملعب الثلاثي كلبالي محمد علي بن رمضان وعبد الرقوف بالغيث قدامهم تلاتة حمد الهوني أنيس البدري اللي كان غاب عن اللقاء الماضي ما شاركش فيه من البداية لكن شارك في جزء منه وهيكون موجود بجوار حمد الهوني ورأس الحربة خالد عبد الباصط دي التشكيلة المتوقعة والأقرب لفريق الترجي تونسي معلش فاروق تسمح لي أرجع معك بس خط هجوم أنت قلت حمد الهوني وخالد عبد الباصط وأنيس البدري يعني أنيس البدري يكون الاختلاف الوحيد عن التشكيلة اللي بدأ بيها معين الشعباني مباراة رادس مظبوط سمعت أنا صح بالضبط يعني الاختلاف الوحيد عن بالضبط بالضبط زميل العزيز أحمد الاختلاف الوحيد عن مباراة رادس هو الاختلاف في أنيس البدري في بعض التدريبات بالأمس حاول أنه يدي فرصة شوية لخليل شمام لكن يعني لو خليل شمام هيلعب هيكون بدل محمد علي اليعقوبي لكن الأقرب هو محمد علي اليعقوبي خلاص أنيس البدري بيعود لقيادة خط هجوم فريق الترجي التونسي في هذا اللقاء طبعاً زي ما استعرضت طبعاً تقم التحكيم أليوم مانيانت الكاميروني هيعاونه ألفس نيبوي ده مساعد أول من الكاميرون والمساعد الثاني كارين أتشينبونج وده أيضاً من الكاميرون والحكم الرابع من الجابون إيريك كوتوجو كستان واحد من الحكام المميزين أيضاً في القرى السمراء وعلى تقنية اللفار ردوان جيد الحكم المغربي إن شاء الله زميل العزيز أحمد يكون يوم مسعيد لكل جماهير النادي الآلي خطوة مهمة جداً وعايز أقولك قبل ما أخطب معك يعني اللعبة كمان مش مركزة في لقاء كايزر تشيفز والوداد اللي هتلاقب يعني خلاص بأنطلق في تمام الساعة السادسة أو انطلق أو ابتدى بالفعل ابتدى بالفعل اللعبة ما بتسألش على المباراة إمتى بالضبط اللعبة مش مركزة في هذا الأمر اللعبة مركزة في مباراة واحدة بس هي مباراة الترجي ثم بعد مباراة الترجي نبدأ نشوف بقى هلعب كايزر الرعب للوداد لكن علينا أن ننتهي من المهمة الأكبر وهي مباراة الترجي أنا بشكرك شكراً جزيلاً زميل عزيز فاروق صلاح من مقر إقامة طبعاً النادي الأهلي ويمكن النتيجة بتاعت كايزر تشيفز والوداد هتتعرف